اهلا بحضراتكم من جديد الفقرة دي هتوثق في تاريخ برنامج صباح الورد اللي بدأ فيه 2015 احنا دلوقتي قاعدين ويشرفنا قدام تاريخ فني كبير جدا بدأ من الستينيات والحد دلوقتي معانا ربنا ديله صح يا رب وطلط العمر بنتكلم على اعمال فنية في جميع نواحي الفن سواء مسرحية سواء دراما سواء سينما سواء مصلسلات اذاعية بنتكلم انه مش هنقول انه كل ده تلخص لكن جزء منه تلخص فيه مذكرات تم تسجيلها على مدار اربع شهور في 491 صفحة وبنتكلم كمان على حوالي 64 الف صورة يعني احنا بنتكلم على كتاب الزمن وانا للفنان القدير والتاريخ الكبير اللي قدامنا الفنان الكبير الفاروق فلوكاس اهلا بحضرتك اهلا بني يا فنسي اولا بنشكرك جدا ان احنا ازعجناك وصحناك بدري ودي حاجة مزعجة بالنسبالك واحنا عارفين وجدت نوارنا هنا في الستوديو لا انا مش مزعج ده ازعيد بكم جدا احنا كمان سعداء وشرف كبير جدا وانا يعني متشرفة جدا يعني مع حضرتك طيب خلينا في البداية نتكلم عن الزمن وانا وده طبعا المذكرات بتاعت حضرتك واللي طلبت ان حضرتك تكتبها يعني عايزين بقى كواليس الزمن وانا ليه حضرتك فكرت انك في التوقيت ده عايز تكتب مذكراتك لا هو الحقيقة انا من نوع اللي بكتب يعني من زمان يعني بحب القراءة يعني وجدي القراءة جدا وليه اكتبات ومؤلفات فقلت طب يعني انا باكتب ده ما اجي اكتب انا بقى تاريخي فكت عامل كسف كده في حوالي 28 29 ايتم من ساعة لتولدت قلت ولدتي فين وزي ايه ايه عن نمرة واحد برا كذا 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 قلت هيجي وقت علي املى ده كتابة فمجاة الوقت الاخير اللي انا فيه ده يعني القراءة والكتابة عندي ما بقيتش مريحة لانا عنها ابتدت تطعب قوي فقلت لا اعمل نشوف الحل بقى وجاء انها شروع طلب مني ان انا اعمل كتاب فقلت انا عندي الاسكيز بتاعي وجاء الاستاذ حسن زواوي ده الصحفي من خلال الاستاذ محمد علي خير ارضا الصحف الكبير والمزيع الكبير وجاء قعد قدامي يسجلي حوالي ما بين 40 ساعة و 50 ساعة كل ما يسجل انا يعني اسجله وهو يروح يصير ويجيلي مر بعد اقرأ اللي كتبه وفتلع الكتاب في الاخر كده طب محاور الكتاب ايه فاندم فصول بتتكلم على ايه هو اقول لحضرتك هو كان فكرتي انا يعني اساسا ان انا يعني عايز في بلدي مش الواحدي اكيد انا مش بتكلم عن نفسي وعلى اعمالي فقط اه طب على الجو المحيط اللي انا في كان شكله ايه والحياة كان شكلها ايه اكيد يعني قد يكون هذا تاريخ للمنطقة الفرطة دي لكن انا كنت شايفه كده كنت سايد بيه يعني اولادت في مدار عبدين كان شكلها ايه مدار عبدين ده وكان مين كان ملك فاروق وكان من الشكلها مين اللي كان مكودين طلعين اجانب جريج اه ارمن يهود اخوانا النبيين يعني دول كانوا عايشين معنا فكان واحد يعني خدت سخافات كتيرة من صغري فبوصف بقى الطريقة دي اثر على شخصية حضرتك ها اثر على شخصية حضرتك بكل تأكيد انه الميلاد في حياة عبدين اه طبعا ولما دخلت الكتاب جرالي ايه مش شفتي حاجات كتيرة عشتها فذكرتها ودي كانت لما تشوفيها بقى مع تسلسل الزمني اللي هو الزمن وانا هتجدي حاجات كتيرة من رد بيها اه 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 وانا في الفن وانا في الهندسة وانا ما خلق حقوق كان خلق حقوق ما دي كلها حاجات متشافة مع بعض يعني اه اه يعني مثلا اقول حاجة لما اه دعينا ان وانا ممتصل في الحقوق كان الدكتور جابر جاد عبد الرحمن كان عميد كلية الحقوق وكان الدكتور اهاب اسماعين من ساعتها يعني هو المسؤول عن هذه الانسطة في الحياة فكان عب سلام معارف كان رئيس الاراء وكان تلميذ للدكتور جابر جاد عبد الرحمن فعمل دعوة للدكتور جابر مع ناس في عنده بكلية وعند اسادة وطالبة وانا كنت طالب فروحنا ماذا حدث في هذه الرحلة ايو حدث فيها حاجات كتير تفاصيل الرحلة دي اه يعني مثلا من ضمنها اهم حاجة فيها يعني اه اختصار انه لو وصلنا مطار بغداد المطار من رجيت سنزلنا لكنه هي ترتفع 75 سنتي عن وصف الارض من حضار وصف دلو فشوفوا مطار تاني ايامية عبد الناصر كان عامل علاقات سيئة مع كافة الدول العربية او يعني المشابة يعني وكان الحلف الاسلامي موجود مجتمع في في الارضن وهو الطيار بتاعنا عمال يلف يروحي اي اه مطار ينزل فيه مش ما ما قالوه لا مش عارف يا من لندنج فين لغاة قال في الارضن قالوله لا قالولهم لا انا حنزل على مسؤوليتي انا معايا وافد من مصري وهنزل على مسؤوليتي فنزلنا شو قعدنا بقى ساعة تقريبا او اكتر اللي هاتنا امتحونا الباب نزلنا لقينا حوالين الطيارة اه قوات مسلحة مسكنة المتروليجيات علينا احنا كان الحلف ساعة المجتمع الملك فيصل والملك حسين وكده ما كانوا مجتمعين فخافوا كون احنا ناس وخدونا في تاكسيات وخدونا في فندق تخلونا وضنا وويف او ده كل قوضة واحد نمنا تاني يوم الصبح خدونا على تاكسيات ودونا على المطار التاكسي واحنا راجبينه في قلب عمان سواء التاكسي مولع سوط العرب على سوط عبد الناصر يعني حاجة يعني حاجات يعني اللي هم يعني حاجة الصورة دي اللي ما تمروا بيها انك في الجو وكان الساعة كان فيه الطيارات تعبانة اسمها وقعنا في طب الهوائي وكانت مشكلة انما انك تنزلي من من الطيارة وتلاقي عليك ناس مدجاجين بالسلاح مثلا دي حادثة والحمد لله طبعا يا ربنا كبير يعني دي بقى صورة على الظروف اللي حوالينا يعني حوالينا من ناحية الدول العربية واحنا بنتكلم عن دراسة الهدسة بنتكلم عن دراسة الحقوق لكن احنا في الاخر حبينا الفن والتمثيل يعني يمكن عايزين نعرف اكتر بدايات حضرتك بدايات دخولك الفن والتمثيل ويمكن حضرتك بردو صريح شوية ومن الناس القليلين اللي بتقول مين من زملائك انت ما بتحبهمش كده بشكل صريح وواضح اه طبعا صح؟ اه زي مثلا الفنان عاد الامام والفنان عبد الرحمن ابو ظهرة لا انا عاد الامام ما بحبوش ازاي مش من الفنانين اللي انت ما بتحبهمش لا اوكي بس انت عاد الامام لا ما بحبوش ازاي ده ابن جيلي لا لا مين من الفنانين انت ذكرت انك مش بترتاح معهم؟ انا كنت قلت على الاستاذ الفنان الكبير عبد الرحمن ابو ظهرة هو فنان المحترم لي قمت اكيد بقى اسفح يعني مش هي الحكاية كده يعني التقابل ارواح يعني ده ما يدرس حدك او جداي احد يعني مجرد راحة نفسية اه طبعا التمثيل كده اه يعني ما يعني ما يعني تصوري ان انا مسمى مسمى مع واحدة بكرهها وبقول انا بحبك ازاي يعني؟ كنا زمان بنسمع دايما قصص انه بيبقى في الكواليس احيانا بيكون في خلافات ما بين الفنانين وفي نفس الوقت هما قدام الكاميرا بيلعبوا دور رومانسي مع بعض صح؟ ازاي بقى زمان ما اعرفش هوش انا ناك طيب احنا عايزين بقى طبعا نتكلم على بداية حضرتك في التمثيل وهو ابتلت اه من مسرح الجامعة؟ اه جامعة صبع انا ما كنتش با اه يعني كنت اه بعد ما رجعت من حرب ستة وخمسين و وسقت في ثلاث انصاص علوم وعيدت السنة اولى اه 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 انا لقيت نفسي ما انا شش قادر يعني يعني ما حبيتش ان انا كان عندي مجانات تعليم لانه كنت يعني داخل بمجانات تعليم اه مش عايز احمل والدي مصاريف فكنت انا بقى برسم اللوح كويس بس كده يعني فبيت اكتسب ده من داخل الكلية فبقى اسم متردد فجالي واحد من فريق التمثيل قال لي تعالى اسم مستد مصطفى صعبان نيال وقال لي تعالى عزين فريق التمثيل وقال لي تعالى بس رحنا وقال ليتهم في بيت العميد كان فيها العميد الانجليز زمان ليه بيت جوه كلية وحمام سباحة فروحت لحضرات البروبة استاد اسعد امين كان مخرج قال لي تعالى اقعد او استاد عالكلبة هنا اقولي الكلام ده فالكلام باحد جريجي بيعملوا رواية اسمها حكاية كل يوم من فصل من اعمال رحانة وفيها دور لوحد خواجه في قلب اللوكاندر فمعرفش اي حاجة فيها فالصيري كده قال له يا مصطفى قال له ما شيرت دور ذا من اللواية فاضر او استاد السرايحة ما عجبتوش وانا ما عرفش حاجة اضغصت قلت زي انا ابسل يعني فقعدت المهم البروبة اللي بعدها عرفت معادها روحت هناك وضبت له من الارضية وكراسي وكتاة فقعدت وجم ابتالى اللي عايش كذا من المفاعة بيت يعني عايز عنجح بقى في القاتة دي مش عايز افساد لغات ما جاء جابوا الستاذ ابو بكر عزت كانوا عاملين سلاسة صامت مع التمثيل وكان راحت افراده الستاذ ابو بكر عزت عشان يعمل تمثيلية صامتة فقال هاتوا الفين اجابوا هم فانا عادي فتخربلنا واحد واحد فاختبرني قال له يعمل الترويز في الزاكر ليلة الامتحان وهو يعني مش شاطر يعني فعملت قال له اوه ده عايشة فعملت حاجة فقال خاتم ترهيمان تقريبا نص ساعة بانت مايم تمثيل صامت وكان يوم مثلته على مسرح الاسباكية وكان يوم صعب علي جدا اول مرة اطلع المسرح ومش عارف يعني ايه بقى وروحت التوليت تجي 18 مرة ونجحت نجاح كبير بس الفن بقى يعني خلاص النجاح قدام جمهور المسرح ده حاجة تهاني خالص 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 وبعدني عرفني فلوسات فقد مهندسك كان ماسك النصات الفني في الجامعة وانا رحت له وابتلت بقى ده ورتي مع الحياة طب خلينا نفتكر بقى الذكريات الحلوة ويعني من اقرب المواقف اللي حصلت لحضرتك او من اقرب المواقف لقلب حضرتك اللي حصلت في التصوير مثلا في الكواليس مش فهم يعني المواقف استعيدة اللي تفتكرها دايما بسط لك لما بتفتكرها اللي كان بتحصل وقت التصوير هل في مواقف علم مع حضرتك؟ في الكواليس؟ اه مش كل حاجة يعني عاصمة طب الدور الاقرب لقلب حضرتك او الفيلم مفيش دور مميز؟ كلهم يعني ده اللي بتميزه عن باقي؟ كلهم لان انا اما بعمل دور صغير او كبير انا بأخرص ليه بتخمسه بأخرص ليه وبعدين انا عندي قضيه على اليه عليك الدور ده شكه مش كده؟ الشكه ده رزق من اللي باعته؟ ربنا ما لكنيش اعتراض عليه أعملوا صح ميه الميه هل ده معناه انه الفنان القدير فاروق فلوكس ما جالوش دور مثلا ورفضوا ما كانش عاجبك هل في ورق جالك ورفضته ولا طول الوقت بتشوف الأدوار زي ما حضرتك قلت دلوقتي انه ده رزقه لازم انا اكتعد انه انفذ الدور انا برفض العمل اللي يتكلموني في التليفون عشان اجعل العمل ده بكرة ومعرفش ايه هو اه اللي هو في اخر لاحظة بيزنقود في الوقت انا لازم اقرأ الورق اعرف ايه الموضوع نفسه عاجبني موضوع كله يعني لانا هستغل فيه اللي هيبقى اسمي فيه فاروق استغل العمل ده هقرأ العمل كله ومدين دوري فيه كويس اروح افاله غير كده ما فيش تستسم ده دلوقتي ده كان ستسم قديم وانا كنت احبه النجم الكبير عاد الامام وحضرتك ذكرت ان ده ابن جيلك ويمكن اشتغلت معاه اكتر من مرة اشتغلت معاه على مستوى الدراما على مستوى المسرح فعايزين نتكلم بقى اكتر عن تجربتك مع الفنان عاد الامام ايه اللي بيميزه وانت بايه استمتاعك معاه ايه اوجه الاستمتاع معاه في الشغل مع عاد الامام هو عاد الامام يعني اما الشهر مسرح لانه ابتدى مسرح اتعلم من فؤاد المهندس والاخرين الاجتزام المسرح وحتى فؤاد المهندس كان في فلاة العمل الارواية واحنا من شاء كل ليلة يمسك العصايا ويخبرت ثلاث خطات التقليدية بتاع السطرة عاد الامام كان يعمل كده لازم وبعدين ملتزم بهذا وكواريسه تلتزم بالانضباط هو بس فيه ميزة انه هو بيرتجل في مشاهده لكنه لا يسبح كثيرا للاخرين بالارتجال لانه ماهش ضامن الارتجال بتاع الاخرين بقى مضبوط ولا لأ طب دي حاجة كبت ضيقك ولا كنت بتعرف تتعامل معاها لا انا الارتجال عندي مهمة يعني وبعدين ما ما قعد اشتغل مع مع بطل تامن سنين اللي يجبرني يعني اللي اذا كنت حابب بشتغل يعني طب بمناسبة الارتجال بقى حضرك يعني ايه رأي حارك في المصرحيات اللي بتتعامل دلوقتي بتبقى سريعا بتاخد كم يوم؟ لا ده مش مصرح ها طب حارك بتتبعها بتشوفها؟ لا ساعات انا ما بتتابع انا اتابع مصرح اللي هو المصرح التقليدي انا بروح اتفرج على مصرح الغد او مصرح الشباب او اي مصرح من مسارح الدولة هروح اشوف الرواية ايه بتقول ايه؟ ما بتقولش اخرج من داية بتقول اطلع ايه هو باقول كلمتين ليهم وابارك له وللأسف يعني انا طلبت كتا مرة ان انا بقى عدو لجنة تحكيم في مستوىات المحافظات اللي هي كليات المحافظات شفت فنانين وفنانات في المحافظات دي بيعملوا اعمال هيلة مصرح وكنت اطلع اهنيهم بقلبي وديهم نمر درجة بيقيتش عارفة افرق بين النمر دي والنمر دي اللي بنص درجة طب ايه اللي مش بيعجب حضرك بقى في المصرح السريع المصرح السريع الشبابي بقى بتاعة الوقت لا دا مش مصرح يا ستي طب ليه حريك شايفه ومش مصرح اللي انا عرفه مش مده المصرح يعني مصرح يعني نص وادراسة للنص والممثل اللي يتقمص وبروبة تبقى مظبوطة والكلام محفوظ والمنطقة دي ساعات المقرج يقولك هنا في المنطقة دي ممكن ترتجل شوية او يقولك مفيش ارتجال في المنطقة دي الفيات الحت دي لأ عشان حيأثر على كده ويبقى في مقرج اللي هو الالتزام بالتسلسل الدرامي والبناء الدرامي في بناء للموضوع اه انما على كيف في كده اه وبعدين لو يقول كلمة موروضة عليها بكلام اه وبعدين بسمح كالفات فضيعة ايوه عيب ايوه مش دا المسرح ايوه طيب عايزين ننتقل لنقطة اه يعني يمكن اه الناس هتبقى حبة جدا نيتعرفها من حضرتك وهي اه فرقة الضيف وفلوكس صح اللي كانت مع اه الضيف احمد قبل ثلاثة ادواء المسرح اه السلاثة ادواء المسرح دي مرحلتين ايوه مرحلة الاسكتشات ومعدين مرحلت المسرح بقى كمسرح يقدمه مسرح ثلاثة بطول وكذا كفرقة انا اعرف الضيف من قبل كذا من قبل الثلاثة والحاجات دي كان في جامعة الخاهرة هو خريج ادابة ظن القسم علمي نفس وكان يشاف رعات الشباب مع الوستاذ فؤاد المهندس كان مسك رعات الشباب لمسك القسم الفني وانا كنت في الهندس بقى اخرج في الجو ده وحبيت الضفت جدا وهو حبني وكان معانا التالي بتاعنا اللي ارحمه نشرة أبوضة فعملنا فرقة عملنا فرقة سراثة وفرقة اي حد عايزنا نعمل عنده حفلة نعمل سكتشات احنا بقى نقوله حنا هنقدملك ساعتين انت جيب بعد كذا حد يغني حد يضرب بس دي كانت عور بس احنا عذرمك ساعتين وناخد عشرين جنيه وكان بيطلب عنا ناس من الجامعة من أداب منهم كان فروق الشيدر اللي بعد كده بقى أستاذ في في معد السينما وكان منهم يعني مجموعة يعني دي كون منهم من الفيل دي وكان النقطة عبارة على النقطة التمثيلية يعني وهو السلاسي كان كده بس كان بيعملها مرة تابعة الطابلة يعني ليه ما استمرتش مع سلاسي أدواء المسرح يعني يعني ليه ما كنتش فرد من سلاسي أدواء المسرح خصوصا نظيف أحمد انت كنت مبسوط معايا يعني او في توافق معايا الزمن بقى بعديها هما تلعب في تليفزيون عمل سلاسي أدواء المسرح وبعدين ما حدث في سنة تانية فوق أنا في كوليب سنة تانية كنت أدواء ثمان سنين تقريبا في كلية وكنت اكسترنال لازم أنجح فجولي كان عزل نصيف اللي هو الثالث بتاعه سمير وزورج وعزل نصيف عزل نصيف كان عنده رسالة دكتوراء وحاجة ومشابة برا لازم يسافر وزورجي كنت تعرفت به في معصرات القادة وهو سمير فجولي كلية قالوا لي يا فاروق تعالي الشغل معنا لأ أنا ما أدرتش أستغل ده لأني لو استغلت معاك وحاصرت وترفيت استنى بس ما خلص طب إيه تعبتلون معايا قبل كده كنا عملينا أنا أقضيف أقضيف يعني حبيبي يعني أقضيف أقضيف أحمد فانت تعرف في مسارع الترفيزيون أتشغل معاهم ونجحوا ونجحوا وخلاص النجاح ده يعني أعاز أقول كان نجاح كامل طبعا ولا يمكن اختراقه ولا مكنش رأى عاية أختراقه لأن أنا بعد كده خدت الساعة ثانية والثالثة وبكريوس عشان أتخرج أبو هندس هم كانوا بقى في سكتهم وعملوا هزا النصات وكانوا نكحين جداً حتى لما عاد النصيف عاد من برا ما أخدش دوره معاهم خلاص بقى في دور من ضمن الأضوار لكن كله السلاشة وكان الضيف الله رحمه ويعسن إليه حبيبي كان مسرحك درجة أولى وهو اللي عمل بهم فرقة بعدك أقنحهم بقيام فرقة مسرحية مش قائمة عن السكتشات فخلاص بقى يعني طب شغل حضرتك بقى مع دكتر يحيا الفخراني وعلاقة حضرك بيه شكلها إيه؟ وهل مازلتم على تواصل ولا لا؟ والله أنا طبعاً التواصل معاه لما بيتقابل يعني لكنه فنان كبير جداً جداً وليه أعمال لها يعني يعني وقع كبير جداً طبعاً تاريخ كبير زي مثلاً مسلسل اللي بتاع ماما نونة آه طبعاً زي مسلسل لا اللي بتاع مصطفى أمين زي مسلسل في مسلسل جميل أول اللي هو عمله بتاع خواجه عبدالقادر أكيد كتير وكتير وغيره حاجات يعني رائعة 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 وهو فنان آه في رأيي أنا فنان يعني هايل يعني محب للفن وذكي في اختيار أدواره وبيترجمة كويس جداً وأخ لو مسل قدامه ما قدش المضمون ما هو صح بيدعت جداً وأنا بحترم فيه ده وعلى فكرة حصل معايا وفي ظرفه ما في واحنا بالمثل لكنه يعني ماما نونة ده شويكاً ما قعد ناس في جوتة قد ايه عشان نشوفه الرجل دهانا بعدهم وماتت صحيح طبعاً ها يعني لا لا فلابنا يعني كان ماستر سين في الحقيقة المشهد وفاة الأم طبعاً عندك نور الشريف وعندك محمود عبدالعزيز ايه ده صحيح شباب من قريبين من جيري لك الحاجة وبقى الفنان محمود المليجي ممكن تكلمنا على علاقتك بيه والله انا يعني من أشد المعجبين للأستاذ الكبير الفنان محمود المليجي ها هذا اقول انه ممثل جامد قوي يعني ما تحسيش انه بيمثل يا درجة انه ما هاتيلي اي عمل عمله بسرطه ايلي فيه ما تلاقيش كله يعني يعني عشر داخلي وأعني هي بتقول وبعدين الممثل الي قدامو اذا ما كانش جاي ادي اتعف نعم فلازم اللي قدامو ياخد ويدي معاه فهو فانان كبير واى اكثر من الناس اللي حبتهم جدا وديه رأيي طبعا في الفن وقال ان كانوا يستسهلوا المنتجين ويقول لك دور تسر نجيب محمود المليك مع انه كان عريض جدا وده عشان نشوفه عريض قديلق ومسعد بتاعت يوسفوه في الارض كان عامل ازاي يعني والمسعد اللي عمره في الارض بتاعت ما كذا وكذا عشان احنا كنا رجالة ورد رجالة يوسف شهيد نفسه قال انا سبت له المسعد اللي قوله من غير ما اخرجه وهو حي اخرجه شوفه قد ايه يا رجل الله حضرتك اشرت الى نقطة مهمة جدا وهي اللعب على المضمون انه لو في فنان نجح مثلا في دور الشر بيتحبس فيه فترة طويلة تلاقي المنتج دايما طول الوقت يعرض عليه هذا الدور فيتحبس فترة رأيك ايه في هذه الزاهرة هل ده من الاسباب اللي خلت زي ما حضرتك قلت انه محمود المليجي طول الوقت حبسوه في الشر وهو ومشته عريضة جدا ويمكن الراحل بقى يوسف شهيد ادى له فرصة انه هو يبان بلون مختلف هو الزمن كان كده يا ست قل الزمن كان كده يعني هتلاقي زنان ستقي تاني زي هتلاقي فتح القصر تاني هتلاقي بسلام اللي قولت تاني ده الزمن كان شخصية النمط ده وبعدين حقول حاجة غريبة يعني معرفش صح بقى ولا غلط لكن اغلبهم ماتوا وظروفهم المادية او قبل ما يموتوا يعني في اواخر عياتهم ظروفهم المادية ما كانتش جيدة صحيح ده معناه ايه ان المنتج ما كانش بيدوها اقوم كويس لكنه كانوا علامات بارزة بارزة يعني حد تاني جاه بعد زنان ستقي زي ستان ستقي ما جاهش البعناه ده كانت حتى لما فيه طب حريك بتقول النقطة دي ايه رايح حريك في الملايين والارقام العظيمة اللي بنسمعها دلوقتي في اجور الفنانين مع او ضد انا ضد الملايين ليه بقى لان المنتج اللي بيدي فلان مليون او اكتر اما يجي مواسل تاني ما بياخدش مليون يجي يشتغل في بيتفق مع المنتج يقوله انا ما حديك قدي كده يقوله طب ازاي انا ما اجلي مش كده اقوله انا ما ادي فلان مليون ما اقدرش شد اكتر من كده والله عاجبك عاجبك مش عاجبك فيه طبور وراك انو بيبقى فيها ظلم طبعا ظلم مبين لكن ده رزق ربنا برضو ما ندرسوا نحوشه اللي بياخد اكتر من كذا وكذا وكذا ده رزق ربنا بس لازم يراعى ذلك يعني يعني الفنانين لازم يعني كان فيه زمان خطال انتج في تلفزيون اجور محددة ده بياخد متين ده بياخد تلتمية ده بياخد تلتمية اه بياخد الف اجور يعني ده يعني اما يجي بتلف المسلسل اقوله واجره كامل اقوله والف في عصر حالات كذا كان محدد اجري ناس لما انا بارتخيه بيرفقه اجري لكن كده سيد احمد احصاع بقوي يعني يعني مثلا بتتجنب تسأل على اصدقاء حضرتك من الفنانين او زميل حضرتك خوفا من ان هم مثلا يفهموا غلط يفهموا ان حريك عايز شغل عايز دور يعني هتعاشم ذلك انا انا بحيب اس انا لما لايه حد بمثل صديق او حتى مع صديق اوي لكن عمل دور كويس جدا بجبني مريت 我تتصل به وهنية او اهنية الفن عندي هو الاساس هم من لايه في هدف احد باعمل 5 لكن مثلا يا اصدقاء مين وينهم دائما انت قرى عمر عبدالعزيز المستاذ محمد عبد العزيز المستاذ احمد بذير اوه يو اصدقاء كده كان الله ارحام ويسري جندي كان صديقي له أستاذ مجدى أبو عميره مجموعة ناس عماد رشاد دو أصحابي ناخده ندي ونتكلم مهنش جاية على سنة التالية مفيش حاسيات إنما وفي منهم بستات في عيدة الرياض وفي سلوى عثمان وفي سلوى محمد علي وفي أخت الشيرين يعني في مجموعة من الناس فنانين دول اللي احنا بنتكلم في الفن ما ليش أي مقرأ في أي حاجة ولا هم ليهم أي مقرأ في أي حاجة فيما يخص ألقاب الفنانين كنا زمان مثلا نشوف الفنان فريد شوئي وحش الشاشة واخد لقب وحش الشاشة أو ملك الترسو بتشوف إزاي ألقاب الفنانين الحاليين اللي بتبقى يعني مطلوقة كده على السوشيال ميديا زي مثلا نمبر ون وهل من حق حد إنه هو يتقال عليه نمبر ون إيه المعايير اللي تخلي يعني هل في حاجة اسمها نمبر ون نمبر ون احنا بزمن أخبر يعني ده أخبر لأن يا فنان يا نمبر ون أنت فنان كفاية عليك كلمة فنان دي دي مش سهلة يا ناس صح كلمة أبا فنان دي مش سهلة والدليل على ذلك الفنان اللي هو بيرسم يعني فيه فنان بيرسم لوحة تفضل علقة في ذهن الناس فترات طويلة جدا لوحة جخ وخلاف ودول فنانين مش أي حد صحيح يسم اللوحة دي يعني يعني كلمة فنان اللي ما تطلق على واحد فنان ممثل مش سهلة أبا بحب يمثل عادي أخلا بيمثل لكن فنان يعني بيحس بيدرك بيترجم المعاني بيوصل معلومة الداخلية للمشاهد بحس المشاهد يحس بيه وقد يدفع المشاهد إن الموحة تنزل نتيجة إحساسه بما هو داخل الشخصية التي وديها الموثل فنان فنان دي مش كلمة أقولها إيه لا دي أكبر بالأي حاجة أوقع وعلى فكرة كنت خصوص نمبر وان محمد رمضان ممثل كويس جدا يعني هو في الغنى عنده لكن تبخل الظروب بساعة طول الوقت هو سواء أعتقد ابتدى يعتدل يعني ابتدى يعتدل وابتدى يعتذر للناس اللي كان بيستفزها هذا اللقب يعني هو بعدها يطلع في الإعلام يقولي يعني أنا مش قصدي حاجة على موضوع نمبر وان وهو فعلا ممثل متمكن جدا وممهوب وكويس وكويسه فيه وقول ده حقيقي ده حقيقي زي ابن أحمد فلوكت مثلا ايوه طب انا ما متكلمش علاش عن ابني ممثل ممثل وابدع في القب الروحي كمان وكذا دور صحيح وهو جواه فنان أحمد فلوكت فيه وهو فنان يعني عالي جدا صحيح وشفينا ما بياخد دور بما انه طبعا ابنك والتعارب بيعمل ايه ازاي يعمل شعره ازاي ويبطوله الليل يذاكر ازاي ويضبط ويشه ازاي ويعمل لحاجات عشان يطلع مظبوط في شغله ودوره يحفظه ازاي ويعمله في صدق بيتقمص الدور كويس اوي جدا يعني هذا الشبل من ذاكى الاسد لا هو اكتر كمان عشان ابني جيله ربنا يخليكم البعض يا رب لا وابقولك الحقيقة وعندي بنتي كمان مقلدة في التليفزيون يسر طبعا يسر في نوكة شاطرة جدا ده حقيقي وقوتها في احساسها بالاخرين ومعطاقة ايوه فطيب يعني ايه نمبر وان ونمبر تو ونمبر عشر احنا يعني عايز اقول حضرتك يعني احنا اتشرفنا بوودنا مع حضرتك بجد والله وبنشكرك جدا على حضورك ونورتنا وربنا يديك يا رب الصحة وطولة العمر يا رب وتبقى دايما كده سعيد ومبسوط وبنتأسف اننا سحينا حضريك بدل لا انا سعيد انا شفت الجماليات احنا اسعد ربنا يخليك يا رب بعدين ابو ايرو الكتاب وقولولي رأيكم في اكيد طبعا انا عارس فكرة كتبه عن طريقة يعني هتلاقي مواقب بطيل مضحكة فيه حصلت حياتي وفيه مواقب معتنا اكيد لا احنا نقره ونحكم يعني فيه الفل ده ونحكم مع الزمن بقى طبعا يشرفنا طبعا وحنتعلم من حضرتك اكيد كتير بنشكرك شكرا جزيلا وصباحك صباح الورد ونورتنا صباح الفل ونجس ولي اسمي صباح الفل يا اسمي صباح الفل يا اسمي صباح الفل يا با وصباح الورد عليكم جميعا وحلقتنا خلصة يومنا لسه بيبتدي صباحكم صباح الورد